مرة أيام منذ أن دكت صواريخ إيران الباليستية منشآت مدنية في أربيل دون أن تتمكن طهران من تقديم أدلة على دعواها بوجود مكر إسرائيلية بينما تشير معلومات جديدة إلى أن الإيرانيين ربما تعرضوا للتضليل من أجل أهداف مالية مسؤول عراقي تحدث لوانينيوس قال إن اتصالات كثيفة جرت مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية وسياسية وأمنية منذ الثاني عشر من آذار وحصلت بغداد على وعود بتقديم إيران أدلة وافية بشأن دوافع القصف لكن الاتصالات انقطعت في اليوم الخامس الأحاديث في أروقة المسؤولين العراقيين بدأت ترجح سيناريو تعرض إيران لخديعة وتضليل معلومات حيث لم يعد السؤال يتعلق بحقيقة وجود مصالح إسرائيلية في أربيل من عدمه بل عن هوية ودوافع المصادر التي حددت أهداف القصف المسؤول العراقي الذي طلع على مضامن اتصالات الجانبين العراقي والإيراني قال إن بغداد تشك بوجود مخطط مشترك بين فصائل خشدية وحزب العمال الكردستاني كان السبب وراء إقناع الإيرانيين بقصف الأهداف المدنية في أربيل المصادر تحدثت أيضا عن أن خلافا اقتصاديا بين رؤوس كبيرة تم تمريره وتغليفه ببعض المعلومات المزيفة بطريقة مغرية للإيرانيين غير أن ظهور هوية المباني المستادفة بعد انقشاع غبار القصف دفع الإيرانيين إلى إعادة النظر بمدى دقة معلومات المصادر بغداد وأربيل تظهران حماسا لملاحقة إيران إلى باب الحقائق ورئيس الجمهورية المرشح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد وصل إلى بغداد صباح الخميس ليجد منتظاره حلفائه من الصدريين وغيرهم والأنظار تتجه إلى أعمال ونتائج اللجنة التحقيقية التي يستعد لها حلفاء إيران في البرلمان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرواية الإيرانية الركيكة